في بعض الأشخاص بيقدم على الجنسية وكل أوراقه مستوفية في مرحلة انتظار الجواب اللي بيجي يقوله ادفع الفلوس أنت قبلت للجنسية لأسباب متعددة بيتم ترك الوظيفة بتاعتك بيسيب الشغل سواء بسببه هو أو عن طريق صاحب العمل ده بيبقى يكون موقفه ما فيش أي مشكلة لأن احنا بنحسب الدخل قبل التقديم بتلات سنين على آخر تلات سنين يعني لو أنا قدمت على الجنسية دلوقتي وسبت الشغل ما فيش أي مشكلة أهم شيء ما كونش باخد سوسيال أكون بياخد من الأعمس يعني كده ده بالنسبة له يكمل عادي وهيبعطوله ما فيش مشكلة أو يستلم الجنسية وأم الشغال عادي جدا اتكلمنا المرة اللي فاتت على إمتى بتتسحب الجنسية النمسوية وقلنا من ضمن أو أهم الأسباب أن الشخص يسترد جنسيته الأم في حالة أو ياخد جنسية دولة أخرى فيه نقطة تانية بقى إذا أنا مقدمة أوراق مزورة للماجسترات وبناء على الأوراق اللي أنا مقدمها دي حصلت على الجنسية مثلا شهدت اللغة هي ورقة مزورة واكتشفوا بعدين ده ممكن يكون سبب أن هما يسحبوا لأن هما بناء على الوراق اللي أنا مقدمها الدنيا الجنسية فدلوقتي الوراق مسليم فإذن عندهم الحق أن هما يعيدوا ويعيدوا النظر مرة تاني إذا أنا أخد الجنسية هل هو ممكن لو راح ياخد شهادة بطريقة سليمة حق ري التقديم ولا هيكون فيه هناك عقوبات معينة عليه ما هو دلوقتي أنت مقدم أصلا ورق للبهر ده ورق مزور أول حاجة دي مشكلة هتواجهها أنت قضية النقطة التانية ممكن يكون سبب كبير أن هما يسحبوا منك الجنسية لدهالك تمام بس ده بالنسبة له يبقى الموضوع ده كده انتهي بتبقى طبعا مشكلة كبيرة لو بتقدم أي أوراق مزورة أنت بتقدمها لأي سلطة دي بتبقى مشكلة تمام في نقطة تانية عندنا كمان مهمة جدا في بعض الأشخاص لما بيجي بيقدم لجوء بيدي بيانات ليه خطأ اسمه اسم العيلة تاريخ الميلاد أو مش بس كده في أكتر دي أنا شفتها عند العراقيين بيدي اسم القبيلة بتاعته وده غير الاسم اللي هو مسجل في شهدت الميلاد وفي جواز السفر وبيقول ايه مش مهم خلاص أنا خدت الاسم ده أو هو بيكون موجود في أخد الإقامة أو أخد اللجوء وهنا هم كاتبين اسمه غلط أو تاريخ ميلاده غلط وبيقول مش مشكلة دي بتواجه مشكلة بعدين لما بيجي بيقدم على الجنسية فأنا نصيحتي للناس من فضلك لو عندك أي بيانات غلط أولا ما تقدموش أي بيانات غلط لأنها طعيكك في الجنسية بعدين لما تيجي تجيب أوراق أنت من بلدك هيكارن ده بدا وإذا في خطأ هتتعب أنا فيه الناس عندي يتعبانة جدا لمجرد يعني وقت طويل إنا نحاول نصلح البيانات الخطأ اللي مكتوبة عشان نقدر نقدم على الجنسية بطريقة صحيحة فأي حد عنده أخطاء لازم يخلي باله منها ويصححها عشان دي هطعيكو في الجنسية في المستقبل لا والأخطاء لا أي حاجة أنت بتعملها بتأثر هنا على الجنسية غرامات السيارة اللي احنا المفروض نتكلم فيها تاني النهاردة نوضح بعض أنه قتل الناس غرامات السيارة القضايا الجنائية وفي بعض قضايا جنائية متصنفة هي قضايا خطيرة جدا بتأثر على الجنسية الوقت طويل آه طبعا لازم يجيب الملف الجنائي بقيعه برضو موضوع هو ارتكب الجريمة إمتى بتفرق ما هي في نقطة دي بقى نقطة مهمة جدا للجنسية ناس بيطلع بريء بس دي برضو حتى لو طلع بريء ممكن تأثر على الجنسية وتكون سبب أنه ما ياخدش الجنسية يعني هو المهم حاسيات الحكم حاسيات الحكم السبب هي وجهة نظر القادي أو موظف الماجسترات هي الشخص دوت مثلا الشخص ده كان في مشاجرة تمام؟ في المشاجرة درب فلان وطلعوا الاتنين ده طلع بريء وده طلع بريء بس هو بيبص للشخص ده بيقولك ده بتاع مشاكل خطر أو ده خطر على البلد فإذا هو بيعتبر إن الشخص ده خطر فيقولك إيه لا ما يستهلش ما يستهلش دلوقتي حتى لو خب براءة إن هو يحصل على الجنسية سبوه شوية فإذا كل شيء حتى لو طلعت بريء منه بيأثر تعرف زي إيه؟ كمان دي حاجة بيجيلي كتير وأسئلة كتير في ناس من الحلقة اللي فاتت أو حتى هي مقدمة على الجنسية مش قادرة تستوعب إن الاشترافات بتاعت السيارة بتأثر بتأثر جدا تمام؟ فالاشترافات بتاعت السيارات بتأثر في بعض الاشترافات اشترافة البرك هي مش خطيرة قوي زي السرعة وزي كسر الإشارة وزي اشترافات تانية كتير عشان ما نعدش أو مثلا ابنك قاعد مش لابس الحزام أو مش حطه على الكرسي الصحيح دي طبعا حاجات كبيرة تعتبر كبيرة